اشتركوا في القناة اللي هم تصنيف من واحد لتمانية فالمباراة زي ما احنا اتفقنا وقلنا انه مفيش مباراة سهلة ومباراة سهلة لكن هو اللي بيفرق اداء رجولي تنفيذ التعليمات المدرب هو المعيار الاساسي بعملية المكسب والخسارة احنا بدأنا بداية يعني غير متوقعة من اسوأ البدايات اللي احنا في السبع في الجولات الماضية يعني اعتبر شوط للنسيان او الشوطين دوت للنسيان دفاعها مش متماسك مفيش انسجام في الهجوم بعض اللعيبة لسه مظهروش على فترات لكن اعتقد ان شوط تالت والرابع اي بعد انه قولها بصراحة اعدوش اكيد فيه اكيد بعد التعليمات المدرب اعتقد الشكل هيتغيره كده بس اللي انا عايز اقوله برضو اقول ان المباراة لنا الغد في الوقت يعني جيدة لسه لم ترتقي الى مستوى المباراة السابقة خلينا يا كابتن انا حاسس شوية ان اللاعبين يعني زي ما تقول يعني بلعبها لقد المباراة يعني احنا في مطش الجزيرة كان فيه نازلين جزين على اسنانهم اللعيبة عارفة قيمة المباراة عم محترمين دي الجزيرة جدا انا حاس نهاردة ان يمكن الفرقة نازلة شوية مش بنفس التركيز او اللاعبين مش مديين المباراة الاهتمام الكافي لان هو يعني حاس بشوية التوهن حصل في الاول كده وما قدمناش نجيب نفسنا تاني اه هي طبعا لان طبعا هو كطبيعة للعب مصري الاول بلعب التامن يعني هتبقى بالنسبة له لك مباراة سهلة اقدر اكسب اي وقت وكده فبقاش لك كان مباراة الجزيرة تركيز اعلى جدا عن النهاردة الدفاع كان اقوى من النهاردة اللجوم كان احسن من النهاردة وبعدين احنا دي تعتبر بروفة الاخيرة قبل مباراة الاتحاد فعشان كده انا عندي اعتقاد ان الفترة التالتة والفترة الرابعة هيحصل فيها تحول في فرقة النادي نعم احنا يعني جي فينا يا كابتن 34 نقطة اه جي فينا 34 نقطة 40 نقطة في شتين يعني متوسط 17 نقطة في الجيم وده يعني احنا مش هنقول كويس اوي ولا وحش اوي احنا لما يعني في الطبيعي او لو عايزين نكسب مباراة بريح بنخليهم يحطوا خمشة المونت او المؤكبين يعني احنا دفاعيا مش بعيد او مش بعيد ولكن هجوميا 36 نقطة يعني بتتكلم في 18 نقطة في الشوت لا احنا فيه اوقات بنجي في قول 20 نقطة في المباراة الجزيرة بالزبط احنا هنا عندنا ازمة شوية في الهجوم يا كابتن وعندنا كمان ازمة ان احنا خسرانين للشوت التاني نعم يعني الشوت الاولاني احنا كسبانين بفارق 4 نقاط 20-16 اه الشوت التاني احنا كسبانين بفارق باسكت لا خسرانين 18-16 لالسموحة 18-16 لالسموحة 18-16 يعني احنا خسرين باسكت وكسبانين 4 بنت الشوت الاول في المحصلة هي باسكت طب كابتن شايف ايه الضروري ان احنا نعمله في الشوت التالي والرابع عشان نكسب مريح لان انا اخشى ما اخشى وبقى لا دايما لما الدنيا تبقى ماشي وريبة او كده ممكن تتخطف او ممكن تتخطف لان دي عادة الباسكت لا اذا ما حصل في مصر التامين مصر التامين ومصر التامين اه لا يعني مصر التامين على مرعبنا اه كلمة علينا احنا مصر التامين في مرعبنا حصل نفس الكلام فضل ماشي ايكوال ايكوال وبعد كده فرق وعشربونت مصر التامين يعني بيحتل المركز لابل اخير ولكن خسرنا منه مبارع نعمل ايه في شتات ورابع في شتات ايه مطلوب مطلوب تركيز مطلوب تنفيذ تعليمات مدرب تماسك في الدفاع قوة يحصل بين الفرقة انسجام في الهجوم يبدأ في تنفيذ الخطط المطلوبة يبقى فيه نستحوز على السلتين نقدر نجري نجري شوية فاصل بريك يعني انا شاف ان ما حطناش ولا ولا بسكت عن طريق الهجوم السريع كان يمكن كان فيه فاولين ثلاثة فاول مع امر زهران وفاول مع نركز في الهجوم ودي مشكلة واحنا بنبع على ارضنا لازم نركز في فاول شوتينج لازم برضو يبقى فيه مساعدة او زي ما بنقول هلب في الدفاعات يعني لكن انا اعتقد ان الشوت الثالث والشوت الرابع هيحصل تطور وتغيير في الاداء لان اللعيبة تقييمك لتجربة المعدة والنهاردة كاول مباراة يشارك فيها المعدة واللعيب كويس عندينا مركز اربعة فيه مشكلة مزالة فيه مشكلة فيه مركز اربعة بس المعددوي ببقى المعددوي بيغطي فيها بيغطي فيها محمود وليد بيغطي فيها عمرل جندي بيغطي فيها فاااا ان شاء الله بالتعافي من الاسابات اللي موجودة هتبقى العملية الأمور أسا لكن معددوي مكسب لا شك مكسب للنادي يعني النهاردة أول تراي لي بسك تاتا منتج برضو ماكسب اه بيشترك في الريباوند بيجري بيجري على الفاصل فريك ولا بتسريع مكتب وطبعا الغياب الغياب فترة والرجوع وكده ودخول على فرق مست موسم بتبقى امور صعبة واكيد محتاجة صبر من مستر اجوست عليه النهاردة تشايف تومسون كويس تومسون ماشي كويس ده قاله فترة يعني ماتش جزيرة برضه كان كويس وهابقى مين كويس النهاردة جداية بدأ كويس في بداية الجيم يعني أنا بقول ايه ان اللعيبة على فترات يعني اللعيبة معظمها كان على فترات كويس بس الرئي يعني الرتم بتاعهم بيعلى وينزل بيعلى وينزل يعني أنا عايز ثبات علشان ينقدر يبقى الشكل العام صحيح وخلي بالك كابتن برضو الاربع غيابات الاربع غيابات اللي عندنا النهاردة وخاصة ان اتنين في مركز واحد مركز خمسة يعني اتنين في مركز واحد وعدين الجمال برضو قوة بيقدر يشد وعدين الجمال عنص الخبرة عنص الخبرة عنص المهم بصراحة يعني ويستمر مروان سرحان واحمد حمدي اللعب اللعب اللي طبعا كان يعني اللعب نادي اهلي اللي مقدرش ايه يكمل معانا طيب خلينا نتكلم عن فريق سموحة فريق سموحة انا شايف النهاردة الدوافع النفسية اقوى اقوى يعني هم خسرانين عشر مبريات من اتناشر كسبانين مبريتين عندهم دافع عايزين يصبحوا مجلس قداريتهم فعندهم دوافع يمكن اكتر من نادي وبينة في حماس اللعبين في المرأة وبرضو التغييرة بتاعة اللعب الاجنبي فرقة مع الفرقة نعم يعني التغييرة لما غير اللعب في يناير لعب مصر لتامين وبينة معهم لكن هم القوة الدفع عندهم اقوى او حماسهم اقوى من نادي الاهل النهاردة انا احس كده حسنا لعب ان نسموحة عندهم حماس وعندهم دافع وبعدين فرقة يعني برضو هي فرقة متعتبر من كانت في المراكز الاربعة الاولى صحيح طول عمرها كده طول عمرها كده فطبعا في غيرة وفي احنا موجودين احنا عايزين نبقى موجودين احنا فدي طبعا شيء كويس وبعدين كل ده بيدي حلاوة للدوري يعني احنا برضو مش هنستفيد حاجة لو الدوري وقف على فرقة وفرقتين ثلاثة لكما ببقى فيه التمن فرق نفسه يعني احنا كنا بسطين جدا لما كانت صلاة بتنافس وبتكسب طب كابتل النهاردة اللي دفع على جونس كان عندنا ابو النصر وعمل زهران شايف الدفاع كان كويس نوعا ما شايف ان هو يمكن حتى بس ابو النصر احدى شوية من عمر زهران عمر زهران عنده الدفاع الشباب شوية لكن الولاد ماشي كويس هم دفعوا على المحترف على جونس وبالنسبة كبيرة أنا شايف جونس حط مش محطش طبعا ولكن يعني لحد ما إحنا يعني مقالين خطورته لكن برضو لازم مهيب يرجع تاني بسرعة في التكوشيو التالت الرابع يرجع تاني عزب يعني فيه أكتر من لاعب وكمان إحنا عندنا فيه مشكلة واضحة كابتما هو الأوتليت خاصة لو عمر طارق الخادر يباوت يروح له وصانع اللي عب يستلم منه الكرة ويبقى قريب منه البصير وهم ريتر في الباصة ومش قدامه كلير اللعيب واضح وشايف إيده الاتنين يقدر يبصيله يعني دي خبرات خلي برحا دك التيرنوفر ده كلفنا الاتنين تيرنوفر كلفونا نهار ده خمسة بونت خورة جونس حطا تاتا بونت وكرة قطعت وتحطت بسكت سلم يعني خمسة بونت بدل ما نطلع نحطها خمسة داخل فينا يعني أصدقل تيرنوفر في الأوت لدي بتبقى قاتلة لأن في ريتك بتكون متهاجم هو برضو المكسب الخسارة بيعتمد على مين اللي عنده تيرنوفر قليل برافو كده صح يعني مين اللي عنده أقل من التاني ما هي حسابات الباصكت حسابات صحية صحيح طب كنت سلعوي خلاص اللحظات وتنطلق المباراة إذن المشاهدين سنطير إلى صالة الأمير عبدالله الفصل ومعلقنا الكابتن أحمد منه لنقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة فإلى هنا